لحم الإبل يقول فصارت عادة من أكل لحم الإبل فليتوضى ويقول ونحن الطلاب نقول إننا درسنا في الابتداء من أكل لحم الإبل فليتوضى ولم يقل الأستاذ هذه القصة أفيدون أفادكم الله هذه القصة لا أصلها إطراقا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يقول من أحدث فليتوضى في تلك الساعة ولا يلزم الناس جميعا أن يتوضأوا من أجل جهالة الذي وقع منه هذا الصوت أو أن يلزم الأمة عامة أيضا على كل حال هذه القصة باطلة والصواب من أقوال أهل العلم وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل سواء أكله نيا أم مطبوخا قليلا كان أم كثيرا من جميع أجزاء البدن لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحم الإبل وسأله رجل فقال يا رسول الله أتوضأ من لحم الغنم قال إن شئت قال أتوضأ من لحم الإبل قال نعم فلما وكل الوضوء من لحم الغنم إلى مشيئته دل ذلك على أن الوضوء من لحم الإبل ليس راجعا إلى مشيئته وهذا هو معنى وجوب الوضوء من لحم الإبل إذن يلزم المسلم أن يتوضأ من لحم الإبل والقصة المنسوجة حول هذا الذي توضأ لأنه أكل لحم إبل لهذا فهذه ليست صحيح نعم أحسنتم وفقا الله وإياكم